السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذا الفيديو حنحل مع بعض نموذج لاختبار طلاب الصف الرابع لابتداء الفصل الدراسة الأول وأتمنى أنه الكل يستفيد من هذا النموذج حنبدأ بهذا السؤال اللي بيقولنا choose choose وتعني اختار الإجابة الصحيحة طيب عنا الجملة الأولى هي it is an egg والثانية هي it is an egg أيضا ولكن في الجملة الأولى وضعنا نقطة أما في الثانية فوضع question mark طيب عنا عنا هذه جملة وليست سؤال ودائما في الجملة نضع نهايتها نقطة وليس question mark نقطة أو point تدعى point أو follow stop إذن الإجابة الصحيحة ستكون الإجابة الأولى وليست ثانية إذا كان بدأ ب is it is it هي سؤال وليس it is is it سؤال أما it is فهي جملة إذن الإجابة الصحيحة ستكون لدينا الإجابة الأولى هنا لدينا صورة ماعز وتدعى بالإنجليش got عطانا حرف الجي والأو والأي وهناك حرف وحيد ناقص وهو الحرف الأخير الحرف الأخير هو حرف التي الاختيارات هنا عنا مو واضحة ومو كاملة بس كانت من أحدى الاختيارات حرف التي فإذن على الطالب أنه يختار حرف التي لأن الكلمة هي got جوت وهذه صورة ماعز جوت إذن الإختيار الصحيح هيكون حرف التي هنا عنا صورة فش فش وتعني السمكة فش أعطانا حرف الاف والأي وهناك حرفان ناقصان لهما صوت الشه ما هما هذان الحرفان؟ الحرفان هما S و H لأن S مع ال H يعطينا ش وهي التي تكمل كلمة فش وليس P مع ال H لأن P مع ال H يعطينا صوت حرف الف إذن الإجابة الصحيحة ستكون الإجابة الثانية وهي S H وتعطينا كلمة فش هنا عنا صورة قبعة وقبعة باللغة الإنجليزية تعني hat والسؤال لدينا هنا what is it ما هذه الإجابة ستكون it is a hat الأولى أو الجملة الأولى كتبت it is a cat cat تعني قطة إنها ليست قطة الثانية it is a hat وتعني القبعة الثالثة it is a pin وتعني القلم إذن الإختيار الصحيح هو الإختيار الثاني it is a hat هنا السؤال بيقولنا A as in حرف ال A هو ك كلمة بدأت بأي كلمة هل هي cat أبل أم فش ليجيب الطالب على هذا السؤال يجب أن يعرف ال capital وال small من الحروف الإنجليزية هنا كتبنا ال A بصورة ال small letter في كلمة أبل فيجب أن يعرف A capital هي كما في كلمة أبل والتي كتبت بحروف الإنجليزية ال small إذن A as in apple وليس cat وليس fish هنا عنا صورة jet وهي الطائرة النفاثة لو سألنا السؤال what is it ما هذه طبعا الإجابة حتكون it is a jet وليس it is a monkey لأنه monkey تعني القرد هنا السؤال بيقولنا choose the correct order of the numbers يعني اختار الترتيب الصحيح لهذه الأرقام يريد ترتيبا صحيحا من بداية الرقم إلى نهاية أول اختيار كان 8 ثم 13 هل 8 تأتي بعده 13؟ لا إذن هذه ليست إجابة صحيحة الاختيار الثاني كان 8 بعده 9 بعده 10 11 12 13 14 15 16 17 18 و19 طبعا هذا هو الترتيب الصحيح لنتأكد نذهب إلى الاختيار الثالث بدأ ب19 ثم 9 طبعا 19 لا تأتي بعدها 9 إذن هو اختيار خاطر إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية هنا عندنا صورة eraser وهي الممحة أو الممسحة المساحة سألنا it is it is ماذا؟ ما هي هذا الشيء؟ هل هي it is an eraser أم a book؟ طبعا بما أنها صورة مساحة إذن هنختار an eraser هنا عندنا صورة شخص يجلس أو جالس طبعا في الجلوس نقول sit down الوقوف stand up والاختيار الأخير clap your hands تعني التصفيق طبعا ما هنختار stand up لأنها تعني الوقوف الاختيار الثاني هو sit down وتعني الجلوس الاختيار الثالث clap your hands طبعا اختيار خاطر إذن الإجابة الصحيحة هتكون sit down الاختيار الثاني طيب هنا عندنا d as n طيب حرف d كما في أي كلمة duck ink أم إج duck لأنه duck بدأ بحرف d وهنا مكتوب بالsmall letter عشان كده أنا بقول لازم نعرف الكابتل والsmall من الحروف إذن الاختيار الصحيح هيكون duck وهو الاختيار الأول هنا عندنا bear and book begin with bear and book begin تعني يبدأان يبدأان بأي حرف bear وبوك يبدأان بحرف البي إذن الاختيار الصحيح هيكون بي وليس a وليس c لأنه قالنا begin هنا begin تعني يبدأ this is هنقول تكملة لهذه الجملة this is i sister ولا this is my sister طبعا هيكون الإجابة this is my sister هذه أختي i فقط تأتي مع i am i am i am وليس i sister كلمة خاطئة أو جملة خاطئة إذن الاختيار الصحيح هيكون this is my sister طيب السؤال اللي بعده that is that is my mom ولا that is i mom طبعا نفس اللي قبله that is my mom وليس i mom لأنه زي ما قلتلكم i تأتي فقط مع i am إذن الاختيار الصحيح هيكون that is my mom فأريد أنه أنبه أيضا أنه this is تعني للإشارة لشيء قريب وthat is للإشارة لشيء بعيد طيب السؤال اللي بعده عندنا هنا what are these colors ما هي هذه الألوان طبعا الألوان هي بالترتيب green yellow blue pink في الاختيارات أعطانا الاختيار الأول white black pink brown طبعا هي ليست white وليست black و pink و brown الاختيار الثاني كان كما أنا ذكرته green yellow blue pink هنا مو واضح أنه الاختيار ولكن هو الاختيار الصحيح إذن هنختار هذه الإجابة اللي هو green yellow blue و pink هنا في السؤال بقولنا what is your name what is your name هل هذا سؤال أم جملة إنه سؤال فنهاية السؤال تنتهي دائما بquestion mark وليس نقطة إذن علينا الاختيار ما بين النقطة والquestion mark وهي علامة الاستفهام هنختار طبعا علامة الاستفهام لأنه سؤال وكل سؤال ينتهي بعلامة استفهام السؤال اللي بعده my name is amal هنا جملة هذه جملة وليست سؤال إذن الجملة على طول تنتهي بfull stop أو point وهي النقطة إذن هنختار النقطة وليس علامة الاستفهام هنا عنا الأم تودع ابنها وتقول له هنا صورة أم تودع بما أنها تودع هل سنقول hello أم good bye طبعا هنختار goodbye goodbye وتعني التوديع وهنا عنا bear and book begin with هذا سؤال مكرر أيضا سيكون الbear والbook begin يبدأان يبدأان بأي حرف بحرف البي إذن begin تعني يبدأ how old is she الإجابة ستكون كم عمرها هي هي is she الإجابة حتكون she is she is هنختار ten years old ما حنقول he is ten years old لأن السؤال قال is she وليس is he إذا كان السؤال how old is he حتكون الإجابة he is بس بما أنه سأل how old is she إذن الإجابة حتكون she is ten years old طيب how old are you هنا عنا اختلاف في هذا السؤال لمن يسألك بhow old are you ما حنجاوب you are خطأ نقول you are fine خطأ how are you sorry مش how old how are you ما حنقول you are fine حنقول I am fine لأنه بسألك أنت كشخص كيف حالك how are you حنجاوب I am fine وليس you are fine ننتبه فقط في هذا السؤال لما نسأل how are you حنقول I am fine وليس you are fine a as in a تبدأ بأي كلمة من هذه الكلمات apple apple a as in apple وليس cat وليس fish هنا مكتوبة apple بالsmall letter a إذن a as in apple هنا عنا صورة nose وهو الأنف nose كان في السؤال حطنا لنحرف ال-n بعدين فراغ لازم نختار الإجابة لحرف الثاني هل هو a ام o ام i بما أنه هي nose بعدين حطلنا ال-s وال-e إذن الاختيار حيكون o لأنه n o s e هي التهجة الصحيحة لكلمة nose إذن اختيار حيكون o it is eraser هل سنضع a ام an بما أنه eraser تبدأ بحرف من حروف الفول الخمسة ما هي حروف الفول الخمسة؟ زي ما ذكرناها بالفيس هي o a e i و u بما أنه كلمة eraser تبدأ بحرف ال-e وهي من حروف الفول الخمسة إذن هنضع an eraser وليس a إذن اختار حيكون an pin and pencil begin with كلمة pin وكلمة pencil يبدأ an بأي حرف من هذه الحروف إذن يبدأ بحرف ال-p p ليس q الحرف الأول هو q والحرف الثاني w أما الحرف الثالث هو b والاختيار الصحيح هو b هنا عنا هذا الرجل يؤشر يؤشر إلى شيء بعيد ليس قريب فحنقول this is an apple am that is an apple طبعا that is لأنه الإشارة يؤشر إلى شيء بعيد فسنقول that is an apple إذا كانت التفاحة موجودة بالقرب منه أو ماسكها بيده هنقول this is an apple بس بما أنه يؤشر إلى شيء بعيد وهي هناك إذن هنختار that is an apple طيب وبكده إحنا انتهينا من حل أسئلة نموزج من نموزج اختبارات الصف الرابع الابتدائي الفصل الأول أتمنى أنه يكون فاتكم ويكون هذا الفيديو مفيد لجميع الطلاب إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتنشروا الفيديو بين الطلاب عشان يستفيد أكبر عدد من الطلاب وشكراً ترجمة نانسي قنقر